حي يوم علم طلبي ساح الوظاه من جرعوا الكاس المنير لمن طباه من للشهادة سان حقا وابتقاه في الساح زنجر ناغبا والنصر لا الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام لقاؤنا يتجدد بحضراتكم الكريمة في برنامج حقيبة مقاتل هذه الحلقة بعنوان اجعل لنا من لدنك وليا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع الله الله مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام الولاية ليست مظهرا ليست شكلا ليست نسبا ليست جاها ليست مالا ليست عنصريات وسلاليات يتفاخر الناس بعضهم على بعض الولاية لله تبارك وتعالى سر بين العبد وبين ربه أخلاق وقيم وفضائل وحسن صلة مع الله ومع الخلق تتكون للإنسان الولاية فيكون هذا الإنسان وليا لله تبارك وتعالى الولي لا يطلب الولاية لنفسه إنما الناس يطلبون من الله عز وجل أن يهبهم من لدنه وليا أي رجلا لا ينظر إلا إلى الله ولا يطلب الخير من أحد سواه تجد في مجريات التاريخ في الجيل الأول وبعد ذلك الجيل من الجيل الرائع الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وصنعه الله على عينه كثيرا من الأناس الذين تجسدوا وتمثلت فيهم معنى أنهم أولياء لله من هؤلاء الرجال عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه رجل من أولياء الله رجل مجاب الدعوة صاحب كلمة صادقة وموقف نبيل وعطاء لا يمكن أن يجهله أحد هذا الرجل عندما أراد عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يفتح المدائن عاصمة الفرس كلف بذلك سعد بن أبي وقاص كان عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه يعلم أن الفرس سيبذلون قصار جهدهم ليحموا ويدافعوا عن عاصمة دولتهم المدائن فلذا أخذ احتياطات واسعة وكان من أهم الاحتياطات التي اتخذها أنه قطع الإمدادات وأي تعزيزات قد تصل إلى من هم محاصرون أو من يمكن أن يحاصرهم سعد في المدائن أرسل عتبة بن غزوان وأمر سعد أن يرسله وأرسله إلى أرض اسمها أرض الهند أرض الهند هي المدينة أو المكان الذي بنيت عليه البصرة الآن كانت مهمة عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه أن يشتت جموع الفرس وأن يقطع أي إمدادات يمكن أن تتوجه إلى المدائن ويمكن أن تؤذي سعد وتمنعه عن أداء مهمته ما أن وصل عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه إلى المكان الذي أمر أن يصل إليه إلا وسمع أن هناك مجاميع للفرس تقدر بأربعة آلاف يريدون أن يهجموا ويريدون أن يكونوا ردءاً وعوناً لمن يمكن أن يحاصروا في المدائن فتوجه إليهم عتبة بن غزوان وكان معه ثمانمائة خرج أمير هذه المجموعة وأمير هذا الجيش من الفرس فقالوا له إن هناك أناس أصحاب راية وهم يريدون قتالك فخرج إليهم مع مجموعة من جنوده ومن قياداته فلما رآهم ونظر إليهم رأى عتبة بن غزوان رجل صغير الجسد لا يظهر لا يرى عليه أثر المهابة والآثار التي ترى أو يجعلونها لعظمائهم وقياداتهم وملوكهم النياشين وغير ذلك لكن كان بين عتبة وبين غزوان أسرار مع الله عز وجل لا يعلموا هذا الكافر ولا يعلموا أصحاب المظاهر تدرك بعين البصائر لا بعين البصيرة هذا الكافر عندما رأى عتبة بن غزوان ومعه العدد القليل قال لمن معه هؤلاء فقط اجعلوا الحبال في أعناقهم ثم أتوني بهم فقدم عتبة بن غزوان واثقاً بنصر الله مستعيناً بالله يعرض عجزه على قدرة الله يعرض ضعفه على قوة الله يعرض فقره على غنى الله فأغناه الله بغناه أمده الله بقوته أعانه الله بقدرته فتوجه إلى هذه المجاميع من الفرس توجه إليهم فاستطاع بفضل الله وبعونه أن يقضي عليهم جميعاً وأن يأخذ منهم وأن يجعلهم بين أسير وقتيل وكان من ضمن هؤلاء الذين أخذهم أسرى الأمير على هذا الجيش الذي كان يطلب من جنوده أن يأتوا بهؤلاء الرجال منثوقين كان عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه ولي لله صاحب دعوة مستجابة وصاحب ثقة بالله تبارك وتعالى ما أن ينتهي لقاءه بالعدو حتى يجمع الناس فيقول لهم أيها الناس إن هذه الدنيا قد ولت حذاء وليس لكم منها إلا العناء وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه تلقى الصخرة من على شفير جهنم فتبقى سبعين سنة حتى تصل إلى أدناها ثم يقول لهم أيها الناس والله لقد رأيتني وأنا سابع سبعة في الإسلام ليس لنا من طعام إلا ورق السمر حتى تقرحت أشداقنا وإني التقطت بردة فاقتطعتها بيني وبين سعد وما منا أحد أي من هؤلاء السبعة إلا وهو أمير مصر أي جاءت أيام وأصبح هؤلاء السبعة الذين كانوا لا يجدوا طعاما ويأكلون أوراق الشجر كل واحد منهم أصبح أمير مصر وستجربون ذلك أيها الإخوة الكرام عتب بن غزوان كان وليا من أولياء الله لا يرى عليه الناس آثار الولاية لكنه يحمل أخلاقا وقيما يراها الله ويعلمها رب العالمين من هذه النماذج التي تكررت التي أعادت ضرب الأمثال بهؤلاء الأولياء الشهيد الصادق الحافظ مرزوق الحرملي أبو بديع رحمه الله يا له من رجل عظيم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى العظمة الذي ينظر إليه يجده رجل صغير الجسد لا يمكن أن يدرك أن هذا الرجل العملاق صنع كل ما يمكن أو ما يعجز عنه كثير من القيادات أن يصنعوه هذا الرجل الذي حافظ كتاب الله وتعلم وعلم كان الحامي للجيش من أن يلتف عليهم من جهةهم أبل بلاء حسنا في كل مواقعه كانت قواتها أو كتائبه إذا عجزوا عن الوصول إلى مكان ما يأتي فيأخذ السلاح ثم ينطلق كالسهم فلا يستطيع الأفراد أن يتبعونه فيحر الموقع ثم كانت مهمة الجنود الذين بعده أن يأتوا لكي يمسكوا بهذا الموقع الولي من أولياء الله الذي عرف أبو بديع مرزوق الحرملي يعرف شخصيته الرائعة وعطاءه المتفاني خدمته للناس وحبه للجميع بالفعل أحبه الصغير والكبير والرجل والمرأة أحبه من عرفه مباشرة ومن لم يعرف احترمه أعداؤه قبل أن يحترمه أصدقاؤه لنقف وقفات مع بعض من حياتي الشهيد مرزوق الحرملي أبو بديع رحمه الله شاب في مقتبل العمر جمع بين حمس الشباب وحكمة الكهول وهيبة الشيوخ فكان العمر كله في مرحلة واحدة إنه الشهيد القائد العقيد مرزوق محمد مهيوب الحرملي الذي بدأ حياته في حفظ كتاب الله واختتمها بالشهادة في سبيل الله ليكون الله مبتدأه ومنتهى ورضاه غايته ومبتغاه حفظ الشهيد كتاب الله وأكمل دراسته الجامعية في الشريعة والقانون فكان متفوقا في هذا وذاك وعمل مدرسا للقرآن الكريم واللغة العربية في دار القرآن ثم تطوع في التدريس في حريب نهم وكان له دور بارز في إصلاح ذات البين والخطابة والتوجيه وخدمة المجتمع ليصبح رجل المنبر والقبيلة وصاحب الكلمة المسموعة والرأي الحكيم كان تأثيره تأثير فعال في أبناء المنطقة طيب منهم من قبل ومن فخود عدة فوحدهم ويحترموه جميعا فيوجههم إلى كل خير ويحترموه على ما نشوف اختلاف يعني الناس فهذا الرجل كان يوحدهم وجمعهم وقلوبهم تحبه جميعا وحين اشتاحت ميليشيات الحوث الإيراني المحافظات كان ضمن سباقين في مواجهتها فقد جمع بين لين الداعية وبأس المقاتل وصلابة صاحب المبدأ فتصدر الصفوف وقاد الجبهات وانطلق ملبي النداء الواجب لضمير يقض وقلب شجاع ليشترك في أبرز المعارف منذ بداية المواجهات في محافظة مارب في الجفينة وما بعدها حتى معارك ماس ثم صلب والجمايم وحريب بمديرية نهم أنه عندما أتى أيام الرتب من الرتب وتقاسم المناصب كنت لا أشعر وأخجل أمام رجل إلا أمامه لأنه لا يسعى إلى أي شيء من هذه المناصب فكان من كلامه والله لو لا الحوثي ما أتينا وما خرجنا من بيوتنا لا نريد مناصب ولا نريد رتب ولا نريد شيء من الدنيا لم يحض الشهيد بحب الناس عبثا فقد كان يتسلح بحسن خلقه وجميل معاشرته ونطف تعامله لا يتحدث عن شيء إلا وكان له من تطبيقه نصيب فلا يخالف قوله فعلا وكان في مقدمة الصفوف وبداية المعارك فلا يرضى المؤخرة ولا يقبل بالبقاء في مواطن الأمان وعماكن مظنة السلامة فهو الدرع الواقي والسد المنيع لأصحابه وأفراده من المواقف الذي أداله على شجاعته أننا كانوا يحضروا ناس كثير أن لا يدخل خطوط النار لأننا سنجهم به فهو كان مجتنع أن يتقدم في خطوط النار الأولى حتى أستشهد فالأمام وفي الثاني عشر من شهر سبتمبر عام 2018 ميلادية كانت الخاتمة التي تلق به ويلق بها إنها الشهادة التي حملها أمنية في قلبه وسعى لها في مشوار نضاله ووصل إليها في آخر رحلته فقد ارتقى إلى ربه شهيدا في الصفوف الأمامية قائدا مقداما وفيا لمبادئه ووطنه ومجتمعه وباستشهاده خسر الوطن بطلا من عبطاله وقائدا وطنيا عرف بأدواره البطولية في مقارعة فلول الإمامة بالكلمة والبندقية من أول يوم نبتت فيه هذه البذرة الدخيلة على المجتمع اليمني وقيمه الأصيلة مرحبا بكم أعزائنا ومشاهدين الكرام مرة أخرى يقول الله تبارك وتعالى وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا هذه الآية جاءت خاتمة لقول الله عز وجل ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا جماعة الحوث السلالية الكهنوتية أهانت المعاني القيمية الرفيعة التي عشنا نحبها ونقدرها ويحبها الناس ويقدرها زمنا فإذا بك تجدهم يتبادلون الكلمات الولي ولي الله فلان ولي الله وهذا الذي ينادونه بأنه ولي لله لا يعرف معنى الصلاة لا يعرف معنى حب القرآن أو العيش مع القرآن قد لا يستطيع أن يقرأ بضع آيات لا يحفظ بعض صور قد تجده إنسان لا عرف الله ولا عرف الصلاة ولا عرف الطاعة إنسان سفاك للدماء إنسان معتلي قاتل ثم ينادونه بأنه ولي لله يا ولي الله إخواني الكرام هذه الكلمة وهذا المعنى له تبعاته هذه العبارة لها عند الله ميزان ولها عند الله قدر إن الله عز وجل جعل لهذا المعنى آثاراً وتبعات كبيرة فالله عز وجل جعل على يد هؤلاء الأولياء الصالحين خلاص المستضعفين نجاتهم من أيدي الظالمين ولا شك أن هذه المزية وهذه الكرامة لا يعطيها الله إلا للعاملين لا يعطيها إلا للصادقين الذين يستحقون أن يكونوا للأرض وارثين فالأرض يرثها عبادي الصالحون إخواني الكرام الله تبارك وتعالى يجعل للمستضعفين ولياً ويجعل له ناصراً مهما رأى الناس أن هؤلاء البغاة قد أحكموا سيطرتهم وأحكموا قبضتهم نقول دائماً ونكرر إننا سننتصر على هؤلاء البغاة المعتدين إن لم ننتصر عليهم بقوة سلاحنا سننتصر عليهم بذنوبهم سننتصر عليهم بظلمهم سننتصر عليهم بعدوانهم سننتصر عليهم بدعوات الضعفاء والمساكين سننتصر عليهم بدموع الثكالة والأيامة سننتصر عليهم بأنات المقهورين الذين يرزعون تحت نير ظلمهم وطغيانهم فقد أحاطت بهم خطيئاتهم لقد شدني أحد الإخوة الذين خرجوا من سجون المليشيات الحوثية فذكر لي أنه كان مع أحد إخوانه وكان شابا من حفاظ كتاب الله من أفضل الناس تدينا وسلوكا وكانت عقوبته أو جريمته عند الحوثيين أنه حافظا لكتاب الله أنه محافظ على الصلاة أنه صاحب خير وصاحب فعل الخير فكانت هذه جريمته قال أخذوه مرة من المرات فعذبوه تعذيب رهيب حتى ما استطاع أن يمشي على قدمه فأحضروا في بطانية عندما أدخلوا إلى إخوانه جاءوا يداونه حتى استعاد وعيه فلما استعاد وعيه كانوا يظنوا أن هذا الشاب سيدعو على الحوثيين مثلا أو يدعو الله أن يخلصه وأن ينجيه أو يسأل عن أولاده وعن أهله قال كانت أول كلمة يرددها بعد أن استعاد وعيه أن قال اللهم منصر أبناء الجيش الوطني والمقاومة كان يدعو لهم بحرارة فكان إخوانه يؤمنون وهم يبكون فلما استعاد عافيته قالوا له هذا الموقف فقالوا لماذا مباشرة دعوه تعالى أن الله ينطل المقاومة أبناء الجيش الوطني لماذا تدعو أن الله يخلصك كانت هذه الدعوة بمثابة دعوة لجميع السجناء دعوة لجميع المستضعفين دعوة لأن ينقض الله كل هؤلاء الذين وقعوا تحت نير هذه العصابة المجرمة الكهنوتية فأنتم يا أبناء الجيش الوطني أنتم من سيكون على أيديكم خلاص الضعفاء من الرجال والنساء والولدان أنتم من تنتظركم الجموع التي زج بها في السجون بدون أدنى جريمة وبدون أدنى جريرة أنتم ينتظركم التجار الذين نهبت أموالهم ينتظركم العلماء الذين خربت جامعاتهم ومدارسهم ينتظركم الكرماء الذين أهينوا على يد السفهاء من أبناء قومهم عندما تتوجه لنصرة المستضعفين ستكونوا لله أولياء وستكونوا له ناصرين اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا إلى فقرتنا القادمة من صدى الجبهات نحيا معها حتى نرى بطولات الشرفاء والكرماء كيف يصنعون الولاية في ميادين الجهاد أترككم مع هذه الفقرة في ألف خير وأمان وعافية دمتم في حفظ الله هنا جبل الأذان المطل على قرى وادي حريب نهم بمحافظة صنعاء كما يطل الجبل على أجزاء واسعة من حريب القراميش وقد انتقلت المعارك إلى جبل الأذان في مطلع العام 2016 وذلك أنه بعد تحرير جبل صلب انسحب مئات المقاتلين الحوثيين عبر وادي الخانك فقام أبطال المقاومة الشعبية بالالتفاف والوصول إلى رأس وادي الخانك فتحصر مئات من المقاتلين الحوثيين في واد ضيق محصور بين جبال شاهقة فاشتعلت معركة فاصلة لم ينج فيها إلا أعداداً قليلة من المقاتلين الحوثيين وتعد تلك المعركة هي الأكثر فتكاً بالميليشيا الحوثية منذ انضلاء الحرب ولتأمين قرى وادي حريب نهم المحررة في تلك المعركة سارع أبطال المقاومة الشعبية بالصعود نحو جبل الأذان للسيطرة عليه وفي نفس الوقت كانت الميليشيا الحوثية قد دفعت بتعزيزات كبيرة نحو حريب نهم وكان هدفها جبل الأذان ولأن رجال المقاومة من أبناء المنطقة أدرى بشعابهم فقد نجحوا في الوصول إلى قمة جبل الأذان قبل الميليشيا الحوثية فدارت معركة ضارية انتهت بانكسار الحوثيين والسيطرة على الجبل الذي لا زال يمثل أهم المواقع العسكرية التابعة للجيش الوطني في منطقة حريب نهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة